السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي بناتي جروب ساينس اسفان فور افريون هنتكلم النهاردة مع جونيور سيكس هناخد جهاز الحركي يعني الحركي تمام أنا عشان أتحرك جسمي محتاج حاجتين جهازين مع بعض جهاز اسمه جهاز العضمي عضم تمام والعضم ده بيتحرك عن طريق ان فيه جهاز تاني اسمه الجهاز العضلي تمام بحيث مثلا لو انا عايزة قاتني دراعي ده قاتني دراعي كده مثلا هنا بيكون في تعمل تنقفض اولها هنا واخرة هنا اولها هنا واخرة هنا ساعة ما تعمل كده تروح رفع ده الفوق تمام ونفس الحكاية مثلا هنا لو عايزة ارفع مثلا رجلي هنا في تمام تعمل تنقفض تروح شده الرجلي كده ايه لفوق تعمل تنزل تحت يبقى انا هنا عندي حركة جسمي بتعتمد على حكتين عضم وعضلات المسلز دي دي طبع جهاز اسمه والعضم تابع جهاز اسمه اسكليتال سيستم اسمه ايه اسكليتال سيستم طيب هنا هنشرح الدرس ده على المجسم وفي الكومنتس هحط صور الشرح كتابة تمام طيب ده كده ايه اسكليتال سيستم ده اسكليتال سيستم طيب هنقسمه لجزئين اساسيين احنا شايفين هنا كده حاجة ماشية في مركز الجسم حاجة ماشية في مركز الجسم وحاجات بتخدمها من الاطراف تمام اللي ماشي في مركز الجسم هنا سكال يعني الجمجمة تمام باكبون العمود الفقري ريب كيج القفص الصدري دول اللي موجودين في مركز الجسم يبقى انا دوقتي عندي اول حاجة اجزيال سكليتون اجزيال سكليتون اجزيال يعني المحوري او المركزي يبقى الجهاز العظمي المحوري او المركزي عبارة عن ثري بارتز يجي كومبليت السؤال ده اجزيال سكليتال سيستم كونسستس اوف هنقول بيتكون من سكال ريب كيج باكبون سكال باكبون ريب كيج هنتكلم عن كل واحد منهم تمام دي 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 علبة عظم جواها فتحات للعينين والمنخير والودان تمام يبقى هيا علبة عظم جواها فتحات للعينين والمنخير والودان اقولها ازاي بوني بوكس بوني بوكس يعني علبة عظم كونتين مني كافيتي جواها فتحات فور ايز ايرز اند نوز ايز ايرز اند نوز يبقى سكال الجمجمة هاي بار عن ايه بوني بوكس علبة عظم كونتين مني كافيتي جواها تجاويف كافيتي يعني تجاويف كافيتي تجاويف واحد كافيتيز يعني تجاويف فور ايز ايرز اند نوز ايه الوظيفة بتايتها بصوا هو العظم المجوف دايما وظيفته انه بيعمل حماية يعني هنا في تجاويف وجواه البرين اهو البرين المفروض انه هو هنا تمام يبقى ايه ده كده علبة عظم جواها المخ يبقى هي المخ ده حاجة طرية وفي نفس الوقت حاجة الخبطة فيها بتموت فربنا من حكمته ما يسيبهاش كده مكشوفة يعمل ايه يخلقها جوا علبة عظم عشان تحميها يبقى بوني بوكس يبقى يبقى طيب هنخليه ديه نظاهروا بقى كده نازل بقى منها هنا تمام باكبون باكبون بصوا باكبون ده عبارة عن تمام عبارة عن 33 دي الواحدة من دول الواحدة من دول دي فقرة من فقرات العمود الفقر دي فقرة تانية دي فقرة تالتة ربعة خمسة وهكذا دول عددهم كام 33 33 33 فقرة ما بينهم طبعا دول كده تخيل معي انه هم وهم بيحتكوا ببعض حيتأكلوا ربنا حكيم ربنا ما خلقش فينا غلطة خلق ما بينهم حاجة اسمها كارتليج كارتليج يعني الغضاريف يعني طبقة طبقة مش زيوت دهون نشفة متكتلة تمام متكتلة بحيث ان هي تمنع الاحتكاك ما بينهم فلو حصل احتكاك هيحصل تآكل احتكاك هيعمل تآكل لا ربنا سبحانه وتعالى خلى ما بين كل اتنين من الفرتيبرا دول عندي ايه عندي عندي كارتليج ايه هي الوظيفة بتاعة الكارتليج كارتليج أو ايه دعيوا بخير يعني احنا ونحرك ونصلي ونواطس نجيب حاجة وبنقوم ومنعد بتمنع اللي ايه الاحتكاك اللي ممكن يؤدي بعد كده والعياث بالله للايه لتآكل الفقرات تمام؟ طيب ايه interfunction بتاعهم؟ قالك ربنا سبحانه وتعالى انتفقنا اولا ان هم لو كانوا حاجة واحدة لو ظهرنا ده زي الالم واقف او زي السيخ كده واقف يعني مش هنعرف نتحرك مش هنعرف نوطي مش هنعرف نروح يمين وشمال مش هنعرف نصلي فمن حكمة ربنا سبحانه وتعالى ان هم خلاهم مفصلين عن بعض مش كلهم مش كلهم ايه حاجة واحدة مش كلهم حاجة واحدة طيب فبقوا مفصصين كده ليه بقى يبقى دي الوظيفة الاولى خلاص الوظيفة التانية بقى شايف هنا السيخ اللي معدي جوه ده ممكن يكون واضح في الجزء ده اهو هو بالضبط كده نفس الفكرة ان احنا كنا قلنا من الحصة اللي فاتت او من الدرس اللي قبل كده ان نازل من البرين سباينال كورد نازل من المخ حبل شوكي سباينال كورد سباينال كورد ده قلنا ان هو حاجة خطيرة جدا وان هو مهم جدا وان الاصابة فيه قد تؤدي الى الوفاة كوزينج ديس فربنا سبحانه وتعالى من حكمته ورحمته انه عمل ايه انه خلى هنا جوه ده في تجويف قناة ماشي جواها بزبط زي السيخ اللي جوه ده ما هو ماشي تمام شايفينه كده هنا في ايه تجويفة هاي تمام التجويف دي بتعمل ايه بتخلي فيه بتعمل حماية للايه للسباينال كورد نرجع من الاول قلنا فيه حاجة محورية كده ماشية في نص الجسم اسمها اجزيل اسمها ايه اجزيل سكيليتل اجزيل سكيليتل اول حاجة السكال خلصناها تاني حاجة الفرتبرا خلصناها تالت حاجة الريب كيج الايه الريب كيج الريب كيج دول ربنا سبحانه وتعالى خلقهم عددهم كام اتناشر زوج نعدهم من فوق كده واحد اتنين دليل اربعة وهكذا عددهم من هنا عشرة تمام عشرة متوصلين مع بعض عشان يعملولي ايه سترنم لا مش عشرة يميس اما الايه عشر ازواج يبقى من الناحية دي عشرة ومن الناحية دي عشرة بس ده مش الاجمالي اما الايه بقى هنا فيه اتنين هم واحد اتنين يبقى الاجمالي كام يعني يا اما اتناشر زوج يا اما اربعة وعشرين ضلع تمام يبقى انا هنا عندي تولف بيرز تن عشرة منهم اتتشد او كونيكتد توجيذر تو فورم سترنم اللي احنا بنوها لها بالعربي عضلك القف اللي موجودة هنا في نص القفص الصدري كده اسمها ايه اسمها سترنم اسمها سترنم يبقى تن اتتشد توجيذر تو فورم سترنم وهنا فيه اتنين اتنين لوحديهم حرين دول بيسهلوا الحركة بتاعة الدايفرام ديورينج رسبايريشن تمام طب وده اللي متصل مع بعض وعمل في النص هنا دعامة وكلام من ده وحاجات جامدة كده ايه سببه قالك سببه ان هنا قلنا كل العضم اللي جوه ته جويف وظيفته بروتيكشن ده اعمل بروتيكشن هنا كده بروتيكشن فور برين هنا بروتيكشن فور سباينال كورد طيب ده بقى بيعمل بروتيكشن لايه مين موجود هنا الاصابة فيه تؤدي الى الوفاء قالك القلب والرئة فربنا سبحانه وتعالى من حكمته قلنا ربنا ما عملش غلطة فربنا سبحانه وتعالى اعمل هنا ايه هيرت لانج يبقى اول حاجة اول حاجة بروتيكت بيحمي القلب والرئة ابنديكيلر ابنديكيلر يعني الطرفي يعني الاطراف انا عندي كم طرف عندي طرفين ده كده ابر لمب ابر لمب تمام وده كده لور لمب يعني الطرفين العلويين الطرفين العلويين والطرفين السفليين الاطراف العلوية ثري بارتز كونيكتد تو ده شولدر تلات اجزاء متوصلين بالشولدر والاطراف السفلية تلات اجزاء برضو كونيكتد تو ده بيلفك متوصلين بعضمة الحوض تعالوا نرجع من الاول هنا هنا عندي العظمة الاولانية اسمها اسمها اللي بعديها المقسومة اتنين دي اسمها فور ارم بونز اخر واحدة بتاعت هاند بونز اللور لمب كونيكتد تو ده بيلفك اللور لمب كونيكتد تو ده بيلفك العظمة الحوض هي برضو تلات اجزاء دي اسمها فيومر شافت شافت بونز شافت بونز ودول فوت بونز طيب ايه وظيفة ادي what is the function of a upper لمب بونز each upper limb consists of فيومر four arm وهنا hand بونز طيب ايه وظيفتهم بعمل بيومي بادي بعمل ايه برجلية. بيشيل بقية جسمي. تمام? طيب. المنطقة اللي بيتقابل فيها عضمتين. انا كده خلصت. الايه? كله. بنراجع بسرعة السمنية لحاجتين. حاجة ماشية في نفس جسمي. اسمها حاجة ماشية في اطراف جسمي اسمها اللي ماشي في نفس جسمي. تلت اجزاء. واللي بيخدم اطراف جسمي. افنديكلر. ابر. اند اي. اند لوور. امبر اند لوور. امبر лямب اتشهت تو ده. ايه شولدر. امبر لامب اتشهت تو ده ده. تمام? كده السكنية السيستم كلو. السكنة السكن في اجزاء هنا ما بين 2 boons منطقة تقابل 2 boons المنطقة دي اسمها ini اسمها joint hier it is the location at which boons meet each other منطقة بيقابل فيها عدمتين مع بعض يعني دي كده المنطقة دي اسمها joint المنطقة دي اسمها joint المنطقة دي اسمها joint طب وهنا جوينت. هنقسمهم لثلاث انواع. ما بيتحركش خالص. هنا شايفين كده السكال. تمام? السكال هنا كانت متقسمة لاجزاء. وبعد كده على سن حوالي سنتين ونص او ثلاث سنين بتلتحم التحام كامل. فما زي مين? زي السكال. تمام? اللي بعديها سلايتلي موفمينت. سلايتلي موفمينت يعني بتتحرك في اتجاه واحد. زي دي. دي اقدر. دي اللي هي مين? عفوا. دي دي القلبه. دي القلبه. تمام? ودي اني بتتحرك في اتجاه واحد. وفيه بقى اثر نوع او اللي هي بتتحرك في جميع الاجزاء. زي ايه? زي العظمة اللي هنا اللي موصلة الشولدر. او العظمة اللي موصلة ما بين او خلينا في حاجة اوضح. هنا تمام? العظمة اللي موصلة دي كده احنا بنقدر نحرك ادينا اهو في كل الاتجاهات. فوق تحت يمين شمال او نلف بها مية وتمانين درجة. يبقى دي. دول كده ايه? احنا كده خلصنا. اشوفكم ان شاء الله الحسقيا.